يا مسائل فول يا مسائل جمال نهاردة انا مع بعضنا بقى بسكوت الشوفان اللي الناس اللي بيحبوا الضيط اللي بيحب يكلوه اياك بحاجة مسكرة مع الهواء والشاي في نفس الوقت بيحبوا يحافظوا شوية فدي اسهل طريقة واخفي بسكوتها تكليم مش غير اي من غير اي خوف ان هو يزود ولا اي كلام ده فانا عندي النهاردة تلو كبايات شوفان عليهم معلقتين عصر ابيض عليهم علب الزبادي عليهم كباية لبن دافية ونص معلقة شاي او معلقة شاي صغيرة بيكين بودر ونص معلقة يعني بكت فانيليا وشوكلة شيفس عشان اعملهم احطوا في الاخر بعد ما يتعجب هجيب البولة بتاعتي احط فيها الشوفان وحط فيها الزبادي وحطوا كل المواد الجافة كلها على بعض وفي الاخر خالص احط بعد ما يتخلطوا يبقى انا زي من شبين كده الشوفان بياخد شوقت على ما تشرب المسائل بتاعته ما تخافيش يقلبي لحدة ما يشرب باقياته كله يبقى نفس العجينة كده قدامها تستريح وتبقى تستادعين كده بعد كده هتحطي فيها الشوكلة شيفس والتيبيه ه هترتاح قيمة عشر دقايق وبعد كده هي طبعا عجينة الشوفان بتلزة مش هتبقى معاكي انها طريقة وتشكيني لأ هاتي معاكي المعلقة بتاعة الاسكريم دي بقية يعني تاخد شكل بس عشان تبقى كله حجمه واحد وخدي منه وهاتي الصينية بتاعتك طبعا احلى حاجة عشان تضمن ان البسكوت لما معاكي مظبوط اعملي على ورقة الزبدة ادهيني ورقة الزبدة وحطي في الصينية المونيا بتاعت الخبيز بتاعتك وبالقلب المعلقة وعيري معلقة البسكوتة وحطي جنب بع وعاملها ازاي وجنب بعضه جنب بعضه هياخد كله شكل واحد ومقاس واحد معاكي ومش هتابق في قلب التشكيل بيت حبيت سيبيه امت عشر دقايق وعند خليل فرن مية وتمينين درجة حرارة في الرف الوسطاني ما بيستخدش كمان ما بيحالش ما بيحالش ياخد وش ان هو طبيعي اصلا ما بيلاحالش حاجة طبك هو يعني ربع الساعة كان طالع البسكوت زي الفل سيبيها عصانية بتاعتك ينشف خالص تقريبا متى يشدهون ما تشيروش مع عصانية الا ما يكون نشف خ خالص وبارد جدا عشان ما يتفورش معاكي اول ما يبرد معاكي وكده ابنتي يطلعيه وحطيه في قلب علبة بلاستيك بتاعتك وقفلي عليه وعندت عاملة كوبات شاية عاملة في الجان قهوة فص النار عايز لحاجة مسكرة ده احلى احلى يعني احلى سناك ساخده وانتي قلبك متطمن بسكوت الشفان بسكوت عماله سهلة جدا وطاريته سهلة يا رب يعجبكم وتقول لكم فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا